مبدعياً هنعمل محشي سلق محشي إيه؟ محشي سلق ولكن بطريقة مختلفة خالص عن المحش اللي احنا عارفينه يعني كل المحش اللي احنا بنكله هو عبارة عن رز وماء أدراكة من رز وعليه خضروات وعليه شوية حاجات لكن محشي السلق هتبقى اللحمة فيه أكتر من الرز يعني الرز تلاتة ربع كوباية رز فقط هيبقوا موجودين في الأكلة كلها تعالوا نشوف المعادير و بعد كده نشوف هنعمل إيه؟ أول حاجة عندنا مقادير محشي السلق كيلو من أوراق السلق أنا عارف إن السلق ما بيتبعش بالكيلو بيتبع بالحزمة هنجيب حوالي 7-8 حزن من السلق نص كيلو من اللحمة المفرومة نص كيلو من اللحمة المفرومة عندنا كمان كوباية من البقدونس وكوباية من الطماطم المبشورة وبصلتين مفرومين وفصين توم مفرومين ومعلاقة زعتر ونص معلاقة كمون ونص معلاقة كسبرة و3-4 كباية رز وكبايتين ونص من الشربة أو المرأة ومعلاقتين زيت زتون ومعلاقتين من عصير اللمون وهقول تاني المعادير لأن الأكلة دي حلوة قوي دي ورق السلق هوا شايفينه إحنا كل اللي عملناه عملناه حاجة اسمها البلانشي بلانشي يعني نزلناه في مية بتغلي وطلعناه بسرعة على مية ساعة عشان نحصل على الورق بالشكل ده يفضل لونه الأخضر ده محتفظ بالشكل ده هنقول تاني المعادير كيلو من أوراق السلق حزمت 6 حزم 7 حزم حسب عدد أفراد الأسرة وعندنا كمان نص كيلو من لحمة المفرومة كباية باق دونس وكباية تماطم مبشورة وبصلتين مفرومين وفصين توم ومعلاقة زعتر ونص معلاقة كمون نص معلاقة كسبرة و3-4 كباية من الرز كبايتين ونص من المرأ هنقول لي دلوقتي وكمان عندنا آخر حاجة معلاقتين زيت زيتون ومعلاقتين عصير لمون إيه رايك يا دكتورة الأكلة دي طحفة جميلة جدا طيب عايزين بقى نتكلم على مزايا الأكلة دي واحنا بنلف الورق بص هو أول مبدئيا عايزين نقول إنه فترة الحملة دي فترة مهمة جدا انت بتكون فيها مخلوق جديد يعني انت الأم مش بتاكل عشان بس تبقى هي كويسة لا عشان الطفل ده يبقى كويس انت أول ثلاث شهود دي في منتعى الخطورة انت بتكون جهازه العصبي فالأكلة اللي حارك بتوصفها دي أنا قاعد عمالها مركزة في كل المكونات أنا عايزة أقولك إنه هي فيها علاقات رهيبة الحمد لله بجد والله يعني هقولك أولا اللحمة ده البروتين والحديد اللي انت محتاجه لتكوين الجهاز العصبي في البداية الورق الأخضر اللي هو دارك جرين ليفز دي غنية بالفوليك أسد أول ثلاث شهور من الحمل الدكتور بتاع النساء بيكتب فوليك أسد ما بيكتبش حديد فوليك أسد يعني الجسم محتاج أوراق خضر الطفل اللي تكوين جهازه العصبي أول ثلاث شهور محتاج الفوليك أسد طيب دكتور إحنا هنكمل مع بعض وإحنا وقفين عند الفوليك أسد بعد ما ناخد معنا اتصال معنا مدام نانديا أهلا بحضرتك أهلا بسيادتك مرسي على كل شيء بتعمله لنا وربنا يديك الصحة ودايما تبقى منور الشاشة من فضل سيادتك عاوزة عيش التورتلة بس في الدوني بتأمين مع الشكر فأني تحت أمرك أشكرك أنت على زوءك وعلى كلامك العفو العفو لحضرتك اللي زوء وشغلك زوء وكل حاجتك حلو قوي قوي أشكرك يا مدام نانديا الله يخليك يا رب مرسي لحضرتك وأنا سعيد بسماء صوت حضرتك وعليكم السلام وحمة الله وبركاته شاكرة فضل أشكرك يا فندم ربنا يخليكي هقوله سريعا كبايتين دقيق كبايتين دقيق نص كباية من دقيق الضرة وشوية ملح ومعلقتين زيت ومية لغاية العجينة ما تلم معنا لو حابين تحطوا جواه زرة كده من البيكنج باودر مفيش مشكلة خالص تحت أمرك يا مدام نادية كبايتين دقيق نص كباية من دقيق الضرة شوية ملح ومعلقتين زيت ومية الإتمام العجين يعني العجينة بتبقى لنشفة ولا طرية مش سيلة يعني وكمان بنحط عليها زي ما قلنا لو عايزين رشد بيكنج باودر مفيش مشكلة أنا بس حساس لحضرتك يا دكتور احنا وقفين عند الفوليك أسد أنا مش ناسي يعني حطينا البصل أهو حطينا زيت الزيتون عليه على البارد وبنشوحه مع التوم ومع كمان الزعتر وبعدين هناخد اللحمة عشان نضيفها تتعصج معنا الموضوع مختلف بقى يعني في المحش العادي اللي احنا بنعمله دايما بتبقى اللحمة نية والرز نية وكل حاجة نية فنية لا الموضوع هيختلف احنا هنسوي كل الحاجات قبل ما نحط وده مهم على فكرة للحمل جدا عشان نتسوي الحاجة الأول عشان اللحمة دي صفت عشان اللحمة دي صفت عشان اما قلتلي على موضوع الحوامل في الكريفون لأ مهمة عادت زاكر كتير أول طلعت كل المراجع اللي عندي المشكلة أما على فكرة أحد أسباب السمنة هي فترة الحمل دي ان ان انت بتبقى واحدة انت بتاكل الاثنين مش عارفة مين الاثنين اللي هي بتاكلهم يعني انت بتاكل الاثنين فكلي كتير كلي على قد ما تقدر يا بنتي انت شايلة لا ده انت أول ثلاث شهور دول بيزودوا الاحتياجات مجرد تلتمية كيلو كالوس بس تلتمية انت بتكون جنين اه يعني ما بتحت يعني اصلي هو الاعتقاد عندنا والأمهات بالذات بنتها يعني لسه متجوزة وحصل لها الحمد البيتها هتخص يا أخويا لازم نغزيها ده بتاكل الفردين ويا سلام لو حامل في توقم يبقوا ثلاثة الدكتور بتقول ان ما ينفعش الكلام ده خالص ما ينفعش ان احنا اه نتكلم في الكلام ده هو تاكل اكلها العادي الطبيعي خالص ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق الجنين يعني هو بياخد هو الجنين بيتكون من ايه من المستخلصات بتاعة الغذاء اللي مامته كاليته او أمه كاليته بيتخد في الخلاصة اللي بتطلع دي بتتوزع على الأم وعلى الجنين يا ام ايمان ولو هي اصارت كمان في اكلها هياخد منها غصبة عنها كمان طيب انا معلش سامحيني معانا اتصال يا ام ايمان اهلا بحضرتك ازاي حضرتك بجانة يتلم عليك على كل حاجة يا ربي يخليك ربنا يتلمك ده من زوءك ربنا يبارك ما عالش اشوف ينصر النابي اه انا حضلك حاجة وبسم عبسم التليفون تحت امرك اه انا جايلي مكنة بتاع المكنة عجان دي اه اه مكتوب عليها اربعة وستة ومن عشرة اه فدي مش عال فتاخد في العجين قدية دقيق اربعة وستة ومن عشرة ميلي اه اه يعني مكتوبة هنا مسلا على دي ايو ايو اه هي جايلي من برا جايلك من برا هقول لي حضرتك على حاجة وانت معايا على التليفون وانت معايا معالش كمان سؤال فضالي فضالي اه انا عندي فوزق وعايز اقشره اه افوزق وعايز حاجة لتزويق الطرطة اللي يخليك حاجة خفيفة بس احنا ما عندناش هنا في طنطا الكريمة اللي هي الكريمة اللي ليه بالعكس ده طنطا مليانة حاجات لا الكريمة دي مش موجودة الصراحة انت ساكنة فين في طنطا نعم ساكنة فين في طنطا ساكنة وعندي محط الفكة الحديث حلوة قوي فيه صور ماركت مشهور جدا في طنطا عنده الكريمات السيلة وعنده الكريمة الشنطية بس انا عايز اسأل سؤال حضرتك انت معايا عطي ليفون لسا ايوة ايوة طيب بالنسبة للعجان او المكنة هو انت محتاجة تعملي فيه خمسة كيلو مرة واحدة لا 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 كيلو او اتنين حلوة قوي ياخد كيلو ياخد اتنين كيلو مفيش مشكلة فيه بس ما تزوديش يعني انا انا بعتقد ان انا اه زي ما يكون واحد اه مثلا بنيانه اه عنده وزنه مثلا سبعين كيلو وبشايله مية وخمسين كيلو ما ينفعش احنا احنا يعني برضو مهما كانت المعدات بتاعتنا قوية والحمل بتاعها عالي جدا لكن ما نحملهاش اكتر منطقتها ليه لان انا عايزها تعيش معايا فترة اطول فالفترة الاطول دي تعيش معايا ازاي ان انا هدي لها العجين مثلا انا بحط كيلو انا بحط كيلو ده ايه في المكنة مفيش مشكلة اي واحدة من دول بحط بها كيلو ايه ممكن احط كيلو ونص لكن اكتر من كده بيبقى حمل على الاجهزة بتاعتها ممكن تبوص بسرعة ده اللي انا بنصح بيه طيب اه دكتور معلش حجاوبك يا ام ايمان على بقية اسئلتك ولكن حقول بس ان عملت ايه هو حطينا هنا اللحمة عصاجة ايه بدون اضافة اي شيء الرز تلات تربع كوباية الرز ونقلب الرز ده مخصول كويس قوي وبعدين بعد ما قلبنا كده حرجي على حضرتك يا دكتور نتكلم باستفادة في الموضوع ده بس اول مرة بيشوفوا المحش بالشكل ده فانعايزهم يبقوا مركزين معانا فيه بعد كده هنحط عليه القماطم المبشورة بعد كده هزوده شوية من الملأ واسيبه يستوي على الاقل تسعين في المية سوى يعني هتلاقوا الرز استوى واللحمة استوت بالفعل ايه بس انا هكمل عليه بشوية من الملأ حوالي كوباية كده واسيب ده كله يتشربه واشنا بنتكلم مع حضرتك يا دكتور على موضوع بداياتا قلتلي ان الحامل بتحب الاكل يبقى مستوي اكتر من لازم اه بالذات اللحوم عشان الميكروبات الليستيريا اللي بتسبب الاجهاد المبكر فلازم تكون نحافظ قوي على حكاية ان احنا نسخن اللحوم بسطرة اللبن دول يعني عشان نحميها من حكاية الاجهاد المبكر يعني اللحمة لما تكون مستوية اكتر يبقى حسنا يعني متاكلش اللحمة ميديم زي انا باكلها مثلا لا 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 خالص لا ده كويس المعلومة دي اوي اه لا وحتى انواع الجبن مش مصرح لها كل انواع الجبن زي بقولك الليستيريا ميكروب خطير يعني الجبن مش كل الجبن تاكلها تاكل ايه يا فاندوم الجبن اللي تاكلها تاكل الجبن المطبوخة او اللي هي من مصادر متبستر يعني مثلا احنا عارفين ان الجبنة القريش صحية نعم بس جبنة القريش مابت اه متخشش الافران ولا الحاجات اللي متخصلش على النار فخاطر علي مهما كان المصدر خاطر علي يعني اه اصل الكلامي الدكتوري ان الحاجات اللي مدخلتش في نسبة حرارة ما عقمتش لازم متعقمتش 72 درجة عشان يعني تبقى الخضروات اللي هي طازة يعني تغسيلها كويس بقى لا الخضروات مش فيها ليستيريا لا بتغسل كويس هي الأخطر حاجة للليستيريا هي اللحوم الهوت دوج اللانشون والكلام ده طبعا خطير جدا إيه يا بقى المكروب اللي حضرتك بتقول عليه ده مكروب بس بيعيش في المتواجد يعني مع المنتجات الألبان بسبب إيجاد مبكر آه يعني بناتنا الحوامل طب ما تيجي تقول أخد تعال تعال أخد يا تسيبنا أقول يا تقول ماشي ماشي يا ماجي أنا أخد التليفون بس عشان إيه يا مريم أيوة أهلا بيكي منورنا يا شيف يا رب يخليكي منور كنات لحياة كلها ده أنت اللي منورين بتليفوناتكم الجميلة ربنا يخليك لينا دايما نتعمل لنا حاجات جميلة كده زيك بدا يخليكي يا رب أنا لسعيد بيتيوب بتليفوناتكم ربنا يبارك ليكي ممكن أسأل الدكتورة على حاجة؟ أي يا فندي متفضلي أنا بردع بس إبني عنده حساسية ألبان فأنا ممنوعة من أي منتجات ألبان والحوم وبيض وأي حاجة تخص منتجات الألبان بجميع مشتقاتها أنا ممنوعة منها وهو دلوقتي في فترة التسنين فأنا عايز أعرف إيه الأكلات اللي ممكن يكون فيها كالسيوم ويكون فيها الفيتامينات اللي موجودة في اللبن واللحمة والبيض بحيث أخدها عشان تنزله في الرضاها عشان ما يتأثرش عليه ولا يتأخر ولا في التسنين ولا في المشي ولا في الحاجات دي كلها تمام بسي هو اللبن طب لكي سؤال تاني أستاذة مريم لا ربنا يخليك يا رب بس أعرف بس الأكلات اللي فيها الفيتامينات اللي موجودة في الحاجات دي غير المنتجات الألبان ومشتقاتها كلها اسمعينا اسمعينا وإحنا هنجاوبك الدكتور هتجاوبك حاضر من عينينا بنشكرك أستاذة مريم على اتصالك حضرتك عرفت السؤال بتاعها هي مشكلة بس منوعة من الألبان كلها الولد عنده حساسية للألبان ايه بقى الحاجات اللي فيها كالسيوم كتير يعوض الطفل عنها هو مفيش حاجة فيها نسبة الكالسيوم العالية اللي في الألبان للأسف نعم فهي هتضطر ان هي تاخد سابليمينس يعني حبوب كالسيوم لازم دي موجودة في الصيدة اللي آآ آآ ده لازم نقطة أساسية في بقى مصادر كتير فيها حاجات صغيرة خلق وليلا بالزبط زي السبانخ السبانخ والمكسرات والكدة كميات صغيرة الكالسيوم أغنى حاجة فيه اللبن تخيل السمسم فيه السمسم فيه كالسيوم بس عشان تاخد الجرعة البي ديني ريكوارمس تاكل سمسم كتير ما يعادل كوباية لبن تبقى محتاجة مثلا كميات كبيرة من السمسم بالزبط بالزبط فللأسف واللبن الصوية ممكن يعوضها شوية لبن الصوية طب مفيش لبن صوية عندنا في مصر لا شوية في مستورة اه انا هقولها تعمل لبن صوية ازاي تمام انا هقول لحضرتك تعملي لبن صوية ازاي لا بس لازم تكون حريصة عديلي ريكوامس تاخد سبلة من بر خلاص احنا ممكن على فكرة ممكن في حلقة نعمل لبن الصوية بس انا هقولها لو هي محتاجة دلوقتي هتجيبي حبوب فل الصوية حبوب سليمة تنقعيها في المية يوم كامل وبعد ما تخسليها طبعا بعد كده تاخد الحبوب دي مع كمية من المية تضربها في الخلاط تبقى نعمة خالص هتلاقي لونها تغير بقى لونها ابيض تغديد صفية بقى عندك لبن صوية حلو قوي وطبيعي جدا طيب احنا بس دقيقة واحدة يا مجدي وحناخد الفاصل اهو شايفين الرص ده عمل ازاي بدأ يتشرب معي اهو انا مش هعمل حاجة خالص غير ان انا هجيب ورق اهو ورق السلق زي ما انتم شايفين كده ونحشي المحشي بتاعنا وبعد كده نرصه في الحلة وبعد كده نحط عليه اللمون وزيت الزتون بقيته وشوية المرأة ونسيبه استويته هو مش محتاج سوى كتير ليه لانه هو استوى هنا تسعين في المية ده اللي هنشوفه بعد ما نساعدينكم ناخد الفاصل بعد ما نرجع هنعمل سمان مشو سليم اشتركوا في القناة